مؤتمر الفن المسيحي بين المعاصرة والتقليد بدنا نحكي ضمنها الفقرة عن هذا المؤتمر بسنة رحب الأب شرب البوع عبود رئيس المهد الفني الأنطوني الدكويني أهلا سلام فيك أبونا شكرا شكرا لوجودك معنا نحن سواء اليوم لنحكي عن مؤتمر الفن المسيحي بين المعاصرة والتقليد خلينا نبلش نحن قالنا مشي بفترات متتالية وسعودا ضيما نحو الأمام وإجد فترة كورونا طبعا قعدت الكل بالبيوت حتى المؤتمرات وحتى الإيفنتات اللي كانت تنعمل وقفت هلأ إذا قال راد رح يرجع على هذا المؤتمر ينطلق من أول وجديد أول شي خلينا نبلش معك أبونا وضعنا بالفكرة كيف طلعت الفكرة وكيف أنشأته هذا المؤتمر أكيد هذا المؤتمر أنشأ من حوالي 15 سنة أول مؤتمر بلشنا نحكي فيه حول الفن البيزنطية الفن البيزنطي جمالية الفن البيزنطي عملنا أول مؤتمر بدير ماروكس دير الرئاسة العامة بعدها عملنا مؤتمر تاني عن دور الأيكوني بالليتورجية البيزنطية ومن بعدها كمان عملنا مؤتمر عن دور الأيكوني بروحانية الإنسان شو بتأثر ورجعنا من بعد توقف يعني اللي صار بسبب كورونا والأزمات المتتالية ورجعنا اليوم حتى نحيي هالمؤتمر عن الفن المسيحي بين المعاصرة والتقليد فنحنا اليوم يعني رجعنا بهالزخم لأنه نحنا عنا يعني رؤية أنه هالمؤتمر يكفي وكل سنة نقدر يعني يكون فيه مؤتمر عم ينعمل بهالإطار الفني الثقافي لأنه هالمؤتمر عم يكون من تنظيم المعهد الفني الأنطوني التابع للرهبانية الأنطونية المارونية اللي هو بيهتم بالفنون على أنواعه في لبنان وخارج لبنان أبونا وضعنا شوي بصورة التحذيرات ضيما نحنا منشوف الإيفنتات والمؤتمرات العملة وخلصت منروح منحضرها ومنعلق عليها بس نحنا ما بنعرف أنه وراء هيدا كان فيه ناس تعبيت وشئيت وركضيت وطلعت ونزلت لصار فيه هيدا المؤتمر وضعنا شوي بالتحذيرات وقد كان فيه تعب لتلاقوا هيدا المؤتمر وتشوفوه مثل ما بدكن أنتو أكيد فيه صعوبات لأنه بهيدا الوقت أول شي الصعوبات هي بالمواضيع اللي بدأت انطرح بعد هالمواضيع يعني ما قررنا المواضيع كان فيه صعوبات من بده يتكلم بالمؤتمر يعني نقدر نتواصل مع أسادزي مع داكاترا مع راهبات مع رجال دين مسيحيين ومسلمين لأنه نحنا كمان لحيكون فيه إشياء عن تأثير الفن المسيحي والإسلامي فكان فيه شوية صعوبات من هيدا الناحية أنه نقدر نلاقي الأشخاص أكيد فيه صعوبات كمان مادية ولكن عم تتيسر يعني بدعم بعض الأشخاص حتى نقدر نقوم بهالمؤتمر التحذيرات أكيد يعني عم شوي شوي يعني عم نحضر أطلقنا على الويبسايت خصوصي يعني خاص لنقيبة الإيكونوغرافيين باللبنان أطلقنا البرنامج مفصل على الفيسبوك على كل مواقع يعني التواصل الاجتماعي وبلشنا هلأ أكيد عم نستقبل يعني التسجيل هلأ بنحكي الطريقة كيف كيف بتكون أكيد هلأ بدنا نحكي الطريقة كيف بتكون كتسجيل بس خبرنا أبونا كم يوم رح يكونوا من أي ساعة لأي ساعة وهل الدعوة عامة للجميع نعم الدعوة عامة للجميع أكيد هي الدعوة عامة للجميع هو لحيكون على مدد ثلاثة أيام المؤتمر لحيكون كل يوم من الساعة 10 للساعة 2 من 16 17 و 18 أيار وهل مؤتمر هو برعاية سيدنا البطريارغ غبطة البطريارغ كاردينال مربشارة بطرس الراعي اللي هو تكرم علينا يعني برعايته بصلاته وأكيد بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية اللي هي كمان دعمي لهالمؤتمر لهالمشروع وحضرتك قلتلي بدك تحكي شوي عن التجهيزات التجهيزات نحن رح يكون بدير سيدة البير بالنيا جل الديب أكيد التحضيرات يعني عم يتحضر الأشياء على الأرض كيفية الاستقبال لأنه رح يكون فيه كمان أشخاص من خارج لبنان نحن عنا ناس رح تشارك بالمؤتمر من الدول العربية جاي من مصر جاي من مصر من سوريا جاي من الأردن لأنه في كتير ناس يعني حبين يشاركوا لأنه المواضيع المطروحة مواضيع حلوة يعني يعني بتحكي عن هلأ من نشوفهم يعني حول أكيد نحن نشوف الصور كمان نعم أكيد حول الفن الكنسي المسيحي حول الأيكوني حول الليتورجية حول الموسيقى يعني كمان هذا من الفنون اللي بتتغنى فيهم الكنيسي حول الموسيقى الليتورجية حول الاداس البيزانطي يعني فيه مواضيع مختلفة نحن حطينيها بقلب المؤتمر حتى الناس يقدروا يستفيدوا ويشاركوا ولاحظنا يعني أنه فيه مشاركة كتير كبيرة عم نشوفها على المؤتمر من خلال التسجيل اللي عم بيتم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال يعني بالمعهد للفن الأنطوني نعم أبونا نحن نقول الفن دايما بيحمل الإنسان من عالم إلى عالم آخر بينسيه مومو بيحطه ببوتقة تانية غير البوتقة اللي هو عيش هي بيخليه هيك يجدد الإيمان بالزيد الصحة التعبير شو لكن إذا كنا عم نحكي عن مؤتمر الفن المسيحي بين المعاصرة والتقليل بين ما كان وما أصبح هون إذا بدنا ناخد زبدة هيدا المؤتمر أبونا تكمن وين برأيك؟ أكيد أنه فيه فيه تاريخ يعني الزبدة هي بهالتاريخ اللي نحنا وصلنا له لليوم من خلال الفن هالفن فيه أشخاص تعبوا أشخاص حضروا أشخاص فكروا أشخاص أعطوا من زيتهم من روحانيتهم من حياتهم لا وصلوا لنا هالفنون لنحنا اليوم نمكان نجي منشوفها أو نستشف هيك معانيها ولكن فيه ناس تعبوا، فكروا، حضروا، دخلوا بأوقات إمكانية صلاة، تأمل، باختبارات روحية، بمشاكل، بصعوبات لا نحنا اليوم نوصل للفن لهو كمان بيعبر عن إيماننا، عن إيمان الكنيسة بيعبر عن إيمان للشخص اللي عم يعمل هالفن المقدس واللي عم بيأدموا للكنيسة وحتى نحنا نتغنى فيه نعم، أبونا حضرتك تعم بتقلي أنه كان فيه كذا السنية تواصل هذا المؤتمر بعدين صار فيه ركود نظرا لجائحة كورونا وللمستجدات وظروف بالبلد وهلأ فيه أمامنا انتلاقة جديدة لهذا المؤتمر هل لما بيكون فيه صعوبات الواحد بيشتحاله أكتر بيعطي أكتر بتحسوا حالكم فيه نقل نوعية هلأ بالعطاء لأنه فعلا من بعد الركود رجعت ونفضت عنكم غبار الواقع وانطلقتوا أنه تعملوا مؤتمر بكل الإمكانات المتيحة ولو كيف مكادت الظروف أكيد لأنه نحن بحاجة لهذا الشي ونحن منشوف أنه لبنان هو منبع للثقافات وللحضارات وللفنون على أنواع يعني عم نشوف أنه الناس بحاجة أول شيء ونحن بحاجة حتى نكفي الرسالة اللي عم نعملها لأنه نحن نؤمن أنه هذا الشي اللي عم نعمله وهذا لقاء ثقافي بامتياز يعني هذه شغلة يعني بتخلي فيها رقي للإنسان لأنه في كتير ناس اليوم بيهمون هذا الموضوع لو الظروف لمكن شوي صعبة مش مطاحة ولكن نحن ما فينا ما نفكر بالثقافة بتنمية العقول بالذهنيات نرجع هيك نخليهم يعني شوي يرجعوا يتغذوا لأنه نحن ما رأنا بهالفترة الصعبة يعني كان جائحة كورونا والأوضاع يعني سرعة منقول أنه هولو موضوع من بالوفية اليوم لأن نحن اليوم عم نرجع نقول نحن مستمرين نحن حبين نحن اليوم في ناس كتير وأنا هذا بوجه الشكر يعني لكل الأسادزي والدكاترا والأباء والراهب الكل اللي تجاوبوا معنا بإطلاق هالمؤتمر هالمبادرة يعني وكانوا عم بيقولوا نحن لحنكون حاضرين ولحنعطي من خبراتنا لأنه أكيد المحاضرين لحيكونوا عندهم زوي اختصاص عندهم كله باختصاص عم بيحكي حول يعني بارتي معينة من الفن المسيحي أبونا لكن هالمؤتمر ثلاثة يام ليه ما كان أكتر ليه ما كان أقل ليه ما كان يوم واحد ليه ما كان جمعة السؤال يترح نحن كنا نتمنى يكون أطول أكيد هلا أكيد يوم واحد نحن ما من لح يعني أمام هايك عنوان لأنه هيدا العنوان يعني حتى نحن بثلاثة أيام ومش هنقدر نوصل ممكن كافة المعلومات للمشاركين ولكن أكيد بسبب الأوضاع نوعا ما حبنا يكون على ثلاثة أيام فترة قبل الظهر حتى الناس يقدروا يشاركوا هلا كنا نتمنى يكون بعض الظهر ولكن بيصير عنا صعوبات أنه بعض الظهر الناس لا تخلص شغلة فيه ناس جاي من برات لبنان يعني اللي حيكونوا عم بيشاركوا مثل ما قلت من سوريا من مصر من الأردن كلهم نتوصلوا معنا فلح يكون قبل الظهر يعني عم بدي ثلاثة أيام ياريت كيف نطول نقصر أكيد لأنه مؤتمر وفيه أعمال ولح يصدر عنه إذا الله رأت بيان وأيضا لح نصدر كتاب يكون فيه كتاب عن هالمؤتمر فيما بعد عن كل هالمحاضرات كل هالندوات اللي نحطت بقلب هالمؤتمر نعم أبونا هناك العديد من الدول مشاركة بأشخاصها بهذا المؤتمر يعني مثل ما حضرتك عم بتقول في ناس يمكن جاي من الأردن في ناس جاي من العراق يمكن في ناس جاي من مصر في ناس دايما نحنا بنحكي عن لبنان المقيم والمغترب كيف دايما بجوين حطنين قادر يستمر كمان بدنا نحكي عن لبنان الموجود الحضاري برغم من كل الظروف يلي قادر يستقطب أكبر عدد ممكن من الناس الموجودين بيهتموا لمؤتمراته أدي هيدا الموضوع بيعطي زخم لهيدا المؤتمر أبونا كونه نجري من برا كمينة ينضموا إليه أكيد أعطانا زخم وأعطانا فرح يعني نحنا لأنه لبنان هو ملأة لكل يعني كل الناس اللي بيجوا من الدول العربية وحتى من خارج لبنان يعني بتقول كالممكن وقت مختربين أو كأشخاص لا هني مقيمين هونيك أو كأشخاص هني من قلب البلد يعني نحنا من مصر لحيكون في عنا أسادزي عم بيحاضروا من مصر عنا أبونا المونسينيار جاي من أمريكا يعني هو مسؤول عن كنيسة لحيكون حاضر فهذا بالفعل عطانا زخم ونحنا يعني شفنا أنه أدافئة أهمية لهالمؤتمر ولهالموضيع لأنه حتى الناس اللي بدوا يجوا كمان يعني تواصلوا حجزوا بلبنان ببيروت وقالوا أنه نحنا مهتمين كتير نجي لحتى نشارك بهالأعمال لأنه الموضيع المطروحة موضيع حلوة بيهتموا فيها بتفرجيهم بالفعل يعني قيمة هذا الفن المسيحي عم نحكي بين المعاصرة والتقليد لأنه في أشياء اليوم جديدة طرأت على الفنون وفي أشياء قديمة يعني عم نعمل نحنا هالرابط ما بين القديم والجديد لحتى كمان يشوفوا أنه شو في أشياء صارت جديدة شو في أشياء قديمة نحنا بعضنا محافظين عليها هون منحكي كتير عن التراث عن الباتريموان الكنسي الإشياء اللي نحنا عم نشوفها بقلب المؤتمر أكيد يعني أبونا لما منحكي عن التراث الكنسي ومنحس أنه في ناس من الخارج مهتمين وجيين يحضروا معناتها هذا على قدر من الأهمية معناتها هون في رسالة حمد الله في رسالة وفي هدف يعني مش أنه الواحد عم بيعمل مؤتمر هيك أنه ولا عم بعمل مؤتمر لا في هدف من وراء هالمؤتمر إذا بدي أقول لحضرتك بليز اجمع للأهداف أو النقاط الأساسية يلي أنتوا هاتفين من خلال هالمؤتمر اللي بتكون توصلوا للآخر كده الهدف الأول أنه هالمؤتمر يستمر يعني هالمؤتمر أنه هو بالنسخة الرابعة يعني من يكون هيدا المؤتمر هالمؤتمر يستمر لأنه هو المؤتمر الوحيد اللي عم يعمل عن الفن يعني عن الفنون أكيد في جامعات وفي مراكز بيعملوا بس ولكن نحن عم نهتم بالفن الإيكونوغرافي عم نحكي عن الأيكونات عن تاريخها وعم نحكي عن أمور كتير بيهتموا فيها الفنانين هيدا أول هدف يعني الهدف التاني هو الملقة هاللقاء اللقاء الثقافي يعني نقدر نحن نجمع الفنانين والفنانات وكل يعني المهتمين بالأمور كل الكاتبين الأيكونات بالتاريخ بالأثار لأنه كمان نحن نحكي عن الأثار المسيحية عن الأشياء اللي نوجدت عن الكنائس فهذا كمان النقطة التانية الهدف التاني من المؤتمر والهدف يعني الأسمى اللي هو نحن إضاءة إضاءة نرجع نحن نضوي عنها لها الفنون نضوي على هالقرث الثقافي والفن والكنسي اللي موجود عنا بقلب الكنيسة لأنه شغلة كتير حلوة يعني لحقول لأنه هالمؤتمر عم بيجمع كل الكنائس يعني مش نحن عم نضوي بس حول الكنيسة المارونية نحن عم نضوي عن كل الكنائس لحيكون معنا كل الكنائس نحن عنا ناس من الكنيسة السريانية من الكنيسة الأرتوديكسية من الكنيسة الكاتوليكية من الكنيسة المارونية من الكنيسة أرمانية يعني عنا كل الكنائس مجتمعة فمنقول لهذا مثل لقاء يعني لقاء جامع مسكونة بيشمع الكل وقلت لح يكون فيه معنى يعني أسادزي ودكاترا من الطائفة الإسلامية كمان لح يحكوا حول الفنون المسيحية والإسلامية وحول الرابط أو أدبن الفنان أو تأثير الفن الإسلامي اليوم على الفن المسيحي ومشابه من هالمواضيع الحلوية أكيد أبونا شهربل إذا بدنا ننجح نذكرون بالأيام ونوجه دعوة للكل أنا بدعي لكل يعني قدروا يشاركوا يستفيدوا من أعمال هالمؤتمر اللي هو مثل ما قلنا ب16 17 18 أيار بدير سيدة ألبير بالنيجة للديب بدعي كل اللبنانيين من لبنان وخارج لبنان أنه يفوتوا يسجلوا يشاركوا بأعمال هالمؤتمر لأنه عن جد فيه استفادة ثقافية فنية روحية لهوتية تراثية ثقافية يعني كله لح يجمع موسيقية مثل ما قلنا نحكي عن التراث الموسيقي فأنا بدعيهم أنه ينضبوا للمؤتمر وأهلا وسهلا فيهم يعني جميعا أكيد الأب شهربل إبو عبود رئيس المحد الفني الأنتوني الدكويني مؤتمر الفن المسيحي بين المعاصرة والتقليد هذا هو المؤتمر يلي حكينا عنه أبونا منشد على إيدكم سكرا منقلكم يعطيكم ألف عافية إن شاء الله تضلوا بها الهمة لأنه هذه تحسب لألكم أنه بالرغم من كل شيء أنتوا قدرين تتابعوا بوطيرة تصعودية أهلا وسهلا فيك أبونا شرفنا سكرا أصدقائنا المشاهدين نحن هلأ نروح لأبريك صغير ونرجع من تابع معكم ما تروحوا لبعيد شكرا